السلام عليكم وهناد معكم فيديو النهاردة اطلب كتير في الكومنتز واحد من اهم الكلاب وللأسف نادر جدا ان تشوفه في مصر والوطن العربي كلب النهاردة هو البوردر كولي طول عمري فاكر ان اسمه بوردر كولاي بس بعد السرش عرفت ان هو اسمه بوردر كولي حكايته بدأت في اواخر قرن 19 يعني 1800 في البوردرز او في منطقة الحدود اللي بتفصل ما بين سكوتلندا وانجلترا اصل السلالة دي جاي من سلالة تانية اسمها لاند ريس كولي والنوع ده كان موجود في البرية في المنطقة دي وبعد كده تعمل ميكس لحد ما وصله للبوردر كولي المنطقة اللي ما بين سكوتلندا وانجلترا فيها مسحات خضرة كبيرة جدا والناس اللي بتعيش هناك بتستغل المسحات دي في تربية الخرفان وبالنسبة لهم كلب راي يكون زكي ونشيط وسريع حاجة مهمة جدا في حياتهم على الرغم من نجاحهم انه هما يعملوا كلب فيه الصفات دي كلها البوردر كولي فيه ميزة مش موجودة في معظم كلاب الرعي الكلب ده عنده قدرة انه يمشي بسرعة وهو موطي زي وضعية الاستعداد للهجوم في القطط البرية زي الأسود والنمور والفهود الوضعية دي بالطريقة دي بيقدر يخوف الخرفان اللي قدامه لما الحيوانات دي بتخاف بيبدأوا انه هما يستخبوا في بعض ويلزقوا في بعض وبعدين يقدر ساعتها انه يوجههم انه هما يمشوا مع بعض في الاتجاه اللي هو عايزه او على حسب ما صاحب الكلب يأمره ميزة تانية للبوردر كولي في الرعي ان ما حجمه الصغير لو خروف حاول يهجم عليه بسرعته ورشقته بيعرف انه يتفادى اي ضربة جاية له بس بعيدا عن قدرته في الرعي كلب شكله جميل جدا حجمه يعتبر متوسط وزن الدكر من 14 ل 20 كيلو ونتاية من 12 ل 19 كيلو الطول من عند الكتف الدكر من 48 ل 56 سنتي ونتاية من 46 ل 53 سنتي بالنسبه لشعراية الكلب بتكون دابل كوت فيه منه لونج هير وشورت هير كلب محتاج شغل شعره بيقع كتير عايز يتصرح مرتين وثلاثة في الاسبوع لون البوردر كولي الاساسي فيه ابيض في اسود بس فيه منه ابيض في احمر او في بوني او في برندل او ازرق او فيه لون اسمه ميرل ودان الكلب ده المزبوطة بتكون واقفة بس اطرافها بتكون واعة ديلوم بيكون مفروض ونازل للارض بطنك بوردر كولي بتشيل من 4 ل 8 جراوي والكلب بيعيش من 12 ل 15 سنة بالنسبة للتدريب البوردر كولي ممكن يتدرب على اي حاجة اي حاجة بمعنى اي حاجة الكلب ده اسكى كلب في العالم وبعده بيجي البودل جيرمان شابرد جولدن رتريفر والدوبرمان بينشر بس في الزجاق رقم واحد من غير منافذ هو البوردر كولي فيه ناس بتدربه وبتعمل بيه اروض على المسارح وسرعته ومرونته بتخليه من احسن الكلاب في مسابقات الاجيلتي ومسابقات الفلايبول وفيه ناس تانية جابته حاول بتشراسه وتخليه كلب احراسه ونجحت في ده بس الكلب ده مش معمول لكده وشكله اصلا ما يخوفش كلب كويس جدا مع الاطفال الكلب ده عايز يلعب ويجري 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 كمان مرة كلب اكتف جدا فلو انت ما عندكش الوقت والطاقة للنوع ده بلاش منه احسن علشان الكلب بالحجم الطاقة دي لو زهان هيطلع طاقته في تكسير في عض فاي حاجة تانية غالبا هتزعلك ده كان فيديو النهاردة يارب يكون فاتكم واعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب فولو على الفيسبوك وتشوفوا فيديوهاتي اللي فاتت يلا السلام عليكم موسيقى